عشان تكون نجم من نجوم السينة السوداني لازم تفهم الاستراتيجية حقه حليم هنا ما جاء يحكي عن حليم ولكن ده رحكي عن حركة حليم عمله السنة الفاتت السنة الفاتت في واحد صانع بيت أو بيتس ميكر اسمه مشاكل كلكم عارفين ومشهور شديد قام نزل تراك اسمه برينجي وخلى السينة السوداني كله يتشاكل فيه مشاكل غير طبيعية ناصة صادمة صدام مشاكل ما حصلت داخل السينة السوداني نفس المشاكل اللي حصلت في تراك برينجي كل واحد بشيل التراك مجاني بنزل اغنية بمسح بواحد الارض حليم شاف الشغلة دي وفرقت معاه شديد قام فات عمل الستوري في الانستجرام وقام قال يا ناس ما ممكن تدخلوا في صدامات عشان انه في صانع بيتس قام نزل لكم حاجة مجانية لمصلحته الشخصية بانه داير ياخد اكتر شهرة او اكتر اضاءة خلاكم انتوا تتطاقشوا بيناتكم وتتشاكلوا حية ديدي الحاجة السمح مشاكل لابيروت سكت ساكن تعال نشوف في الفين تلاتة وعشرين حصل لغاء بين مشاكل وحليم وبيقوا افضل فرد وبيقوا شقالين مع بعض يعني في الوقت الحالي في السنة الفاتحة لو كان مشاكل رد على حليم كان بدت المشاكل وانتهت علاقتهم اما اليوم هم كافضل فرد هنا الرسالة لنا دار اوصلها اقول لكم لاتهم تعمل ذي حليم او تكون ذي مشاكل ما تدخل بي في معي ازول اليوم انا شايف معظم الرابرس داري يقلدوا ابو باي كل واحد ماسك ليه وعشرين رابرس جريدهم ماسك ليه وعشرين رابرس اعمل نفسي حليم اعمل زي مشاكل لو جلدت واحد خلي الاثنين اكسوا مصدقاء لو جلدت تلاتة خلي اثنين ما تمسك كل الرابرس تقلدهم يا ناس في نفس الوقت اقلت واحد اثنين وخلي البقية اكسب اصدقاء اكسب علاقات واكسب حاجة ديدي اشتركوا في القناة